يتزايد تهديد الطائرة بدون طيار الذي تشكله الميليشية المدعومة من إيران على الولايات المتحدة وأفراد التحالف والصعودية ودول الخليج ولا تزال الدفاعات ضد هذه التهديدة محدودة لا سيما في مواجهة قدرات طهران المتزايدة هذا هو الواقع وهذه هي الرسالة الواضحة التي وجهها القائد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط خلال زيارته الأخيرة للعرق الجنرال فرانك ماكينزي حذر في عقاب سلسلة من هجمات الطائرة بدون طيارة والتي شنها وكالاء ويران والجماعة المتحالفة في المنطقة ضد مواقع التحالف والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وهو تطور يعتبره الكثيرون علامتنا على تحول في ميزان القوى الاستراتيجية قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إننا نعمل بجدنا لإيجاد حلول تقنية تسمح لنا بأن نكون أكثر فاعلية ضد الهجمات بدون طيار نحن منفتحون على كل أنواع الأشياء الجيش يعمل بجد ومع حلفائنا أيضا ومع ذلك لا أعتقد أننا في المكان الذي نريد أن نكون فيها خذ على سبيل المثال هجوم الطائرات بدون طيار الذي انطلق من العراق في كانون الثاني يناير واستهدف المملكة العربية السعودية في بقيق وحرصة أو الضربة التي شنتها طائرة المزيرة محملة بالمتفجرات في أبريل واستهدفت قاعدة القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي داخل إقليم كردستان والذي يتمتع بحكم ذاتي بشكل طبيعي مما تسبب في حريق كبير وإلحاق أضرار بالمبنى في حين أن الهجمات لم تسبب وقوع عصابة كثرة إلا أنها أكدت مع ذلك على الطبيعة المتطورة لهذا التهديد وقدرة إيران التي تتقدم بسرعة بطائرات بدون طيارة استخدمت ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران دخائر التسك تعرف أيضا باسم الطائرات بدون طيار الانتحارية ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية والتي يبدو أنها تتميز بمكونات تستند بشكل كبير إلى تصميم إيراني خالص في السراع في قطاع غزة استخدمت حركة حمص الفلسطينية طائرات بدون طيار من نوع الكاميكازي ضد إسرائيل والتي أظهرت العديد من أوجه التشابه مع التصميم الإيراني نفسه فيما يمكن أن يكون أكثر من مجرد مصادفة تعرض المجمع الذي يضع أو يضم مصنعا لتصنيع الطائرات بدون طيار الإيرانية لانفجار كبير بعد أيام فقط من ادعاء إسرائيل أن إيران كانت تقدم طائرات بدون طيار لحمس أصفر هذا الانفجار عن إصابة تسعة عمال على الأقل في مصنع البيترو كيميائيات في أصفهن تقع الشركة الإيرانية لإصناعة الطائرات والتي تصنع مجموعة متنوعة من الطائرات والطائرات بدون طيار للقوة الإيرانية والموالية الإيراني في المجمع المملكة لشركة شيميكالاندستريوف أصفهن تظهر صورة نشرها الموقع الرسمي للجيش الإيراني في 11 سبتمبر من عام 2020 طائرة مسيرة إيرانية من طراز سيمارك خلال اليوم الثاني من تمرين عسكري في الخليج بالقرب من مضيق هرموز الاستراتيجية ولم يكن هناك تأكيد المستقل لسبب الانفجار الذي وقع هناك أو تأثر المصنع بالتحديد وعشر محللون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياه عرض الخميس أجزاء من طائرة مسيرة قال إنها صنعتها إيران وطارت من العراق أو سوريا يشير تقرير حديث لرويترز لأن إيران غيرت استراتيجيتها في العراق فيما يتعلق باستخدام المقذوفات وبدلا من الاعتماد على الميليشيات الشيعية الأكبر حجما لتنفيذ هجمات بالوكالة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف فإنها تعتمد الآن لمجموعات ميليشيات أصغر بكثير موالية تماما لطهران وبحسب ما ورد نقل النظام 150 من هؤلاء المقاتلين إلى لبنان العام الماضي حيث تم تدريبهم من قبل مستشار الحرس الثوري لراني لتسيير طائرة بدون طيار وتنفيذ هجمات صاروخية فكانت النتيجة موجة من هجمات الطائرة بدون طيار سواء داخل العراق أو ناشئات منها وقال الجنرال قد يكون من الصعب الدفاع عن أسلحات من هذا النوع حتى بالنسبة للقوات الأمريكية التي تشغل أنظمة دفاع جوي متقدمة وفقا للخبراء قال الدكتور جيمس روجرز من مركز دراسات الحرب في جميع جنوب الدنمارك لعرب نيوزا القدرة على إرسال العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ في وقت واحد تأني أنه حتى أنظمة الدفاع الأكثر تطورا في العالم يمكن تشبعها وتجاوزها تتجلب صمات إيران في الانتشار الأخير للطائرة المسلحة بدون طيار بين الجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط كما يلاحظ روجرز فإن المسافة التي توفرها الطائرة بدون طيار والقدرة على الإنكار جعلتها أداة قيمة في ترسانات إيران وقال ابتكر برنامج الطائرات بدون طيار الإيرانية باستخدام طائرات بدون طيار متطورة منتجة محليا تزود الحلفاء الإقليميين هذا الانتشار الوسع لتقنية الطائرات بدون طيار الإيرانية يجعل من المستحيل تقريبا معرفة من الذي نفذ ضرب قاتل بطائرة بدون طيار في المنطقة وبالتالي من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية والمسألة هذا سوف يصبح أكثر صعوبة في المستقبل التصميمة التي تزودها إيران تشبه لحد بعيد نماذيش الطهران الخاصة ولسيما سلسلة أبابيل ظهرت أشكال مختلفة من هذه الطائرات بدون طيار في ترسانات الحوثي وحماسة في ترسانة الوكيل الإقليمي الرئيسي لإيران حزب الله اللبنانية تتمتع هذه التقنية بميزة إضافية تتمثل في سهولة فكها للنقل الخفي والعادة التجميع في رشاتها